مع أزمة كورونا والحمد لله شفنا مبارح انخفاض في عدد الإصابات يعني لو استمرنا على ده خلال الفترة القادمة إن شاء الله إن شاء الله نقدر إن إحنا نعدي الخطر ونقف أو نوقف درجة الانتشار ولازم نأكد على الوعي والالتزام بالإجراءات الوقائية والنهاردة هركز على أهمية ارتداء الكمامة يعني إيه نخلي بالنا كده إن الأطفال والردع أو الحالات اللي بتعاني من ضيق تنفس أو حالات مرضية ما تقدرش تتحرك بالكمامة كويس الفئات دي بيحذروها الأطباء من استخدامها يعني الحالات اللي مش عارفة تتنفس كويس من الكمامة ما تستخدمهاش ولكن الكمامة مهمة في الأماكن العامة والمواصلات للباقيين الناس اللي بعادي بتقدر إنها ما عنداش أمراض في التنفس وفي ضيق التنفس لازم تلبسها وخليني أقولكم الطريقة الأمنة قبل وضع القناع يجب طبعا إن إحنا نغسل إيدنا كويس جدا بالمية والصابون وبعد كده بنغطي الفم والأنف فيه ناس بتغطي بقها بس لا إحنا بنغطي الفم والأنف بالقناع وبنتأكد من عدم وجود فجوات بين الوجه والكمامة وأيضا بنتجنب لمس القناع وإحنا لابسينه وإذا حصل ولمسنا غصبا عننا نغسل إيدنا على طول من الضروري أيضا إن إحنا نستبدل الكمامة لو لحسينا إن هي بقت راطبة لما بنخلع الكمامة بنخلعها من غير ما نلمسها من قدام بنخلعها كده من الجناب وبنتخلص بيها منها على طول ناس كتير بتطلخبط خلي بالكم اللون الأزرق ده اللي برا واللون الأبيض هو اللي بيكون جوا وطبعا فيه أنواع كتيرة جدا من الكمامات أفضل كمان زي N90 والحاجات دي بيقولوا عليها إن هي برضو إيه كويسة جدا أهم حاجة كمان إن السلك اللي هنا ده فيه سلكة كده بندغط عليها في الأنف عشان تمسك تمسك كويس حوالين المناخير فالهوا ما يدخلش أو ما يضلعش خطوات بسيطة لكن فيها صحتك وبقيتك ولسنا مكملين معاكم ورسالتنا فيه من القلب القلب علشان نستغل وقتنا في البيت بشكل إيجابي بعيد عن الملل هنقدم لكم دايما الأفكار اللي تساعدكم في قضاء وقت ممتع مفيد في البيت مع أسرتك وأولادك